بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون العمل بالآيات مبنى التقوى على مخالفة شرع الله لهوى نفسك اختبارا لإيمانك فحدد أمرا في حياتك ترى أنك تقدم فيه هوى نفسك على شرع الله سبحانه وتراجع عنه مستغفرا ربك اختبر إيمانك باليوم الآخر ويقينك به بالإنفاق اليوم من مال الله الذي آتاك موقنا أن الله تعالى سيخلفه عليك في الدنيا والآخرة حسب نفسك في أمر الصلاة وتفقد اليوم جوانب التقصير فيها فكمله وأقمه على الوجه المطلوب شرعا التوجيهات من أسباب حصول الهداية بالقرآن تقوى الله تعالى فقدم دائما مراد الله على هوى نفسك سعادتك بالفلاح والفلاح لا يناله إلا من اتصف بهذه الصفات من أهم صفات المؤمنين ثباتهم على إيمانهم في حال الغيب وحال الشهادة ومراقبتهم لله على كل الأحوال